الله 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 سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إلى آخر الآيات نحن في أجواء سورة النحل في هذه الآيات المباركة والآيات التي تلوناها في الليلة الماضية تصويران رائعان للذين تتوفاهم الملائكة الإنسان عندما يقضي الله له بالموت الملائكة تأتي وتقبض روحه هذه عقيدة جميع المسلمين طبعا الملائكة عزرائيل أعوان عزرائيل عموما الملك الكبير له أعوان وعزرائيل من كبار الملائكة له أيضا أعوان يعينونه يأتمرون بأوامره والأوامر كلها من الله سبحانه وتعالى فهذا تسلسل تقريبا كل شيء بيد الله وبقضاء الله وبإرادة الله وبمشيئة الله ولكن الأمور تجري بالأسباب مثل الأنبياء الله لا ينزل أو لا يرى ولا يتكلم مع الناس يبعث رسلا ينزل كتبا يوحي إلى الأنبياء يعين أوصياء وهكذا هذه الوسائل من البشر يسمون أنبياء وأولياء وأوصياء من الملائكة جبرائيل لإيصال الوحي عزرائيل وأعوانه لقبض الأرواح تتوفى يعني يأخذون هذه الأرواح استوين تروح هذه الأرواح كل في مكانه المعلوم هذا الإشكال يمكن سابقا يمكن أتصور أيضا شرحت لكم هذا الإشكال من بعض الزنادق أشكل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أيام الإمام أمير المؤمنين وفي أيام الإمام الصادق كانت موجة زندقة طبيعي هذا الآن لم يوجد واللطيف أنه هؤلاء كانوا يأتون إلى الأئمة ويتباحثون ويجادلون ويسألون شيء حرية رأي كانت كأنه فأحد الزنادق يسأله عليه السلام يقول شنو هذا بعض الأوقات في القرآن يتوفاهم ملك الموت يعني منه إزرائيل هنا نقرأ في سورة النحل وفي غير هذه السورة أيضا تتوفاهم شنو قرأنا وقيل البالي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في الليلة الماضية قرأنا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم الناس على قسمين الكفار والفساق والظلمة والطغاة ملائكة العذاب يأتون ويسحبون أرواحهم يأخذونهم إلى الموت للذين اتقوا الليلة نقرأ أنه الملائكة تجي طيبين في حالة كون هؤلاء المتقين في حالة طيب وسلام وأمان بعدين يسلمون عليهم يا ريت الليلة كنت أقرأ اليوم كنت أقرأ هذه الآيات فدعوت لكم ولي قلت يا ربي إن شاء الله إذا أحنا وصل أجلنا هل الملائكة تسلم علينا وقت الموت إن شاء الله أسأل الله هذلك يسلمون على المؤمن عند أخذ روحه المهم هذا الزنديق سأل قال كيف يعني مرة يقول الله يتوفى الأنفس أكو في آية الله يتوفى الأنفس مرة يقول القرآن ملك الموت يتوفى يعني عزرائل مرة هنا وغير هنا الملائكة تتوفى كيف هذا يصير الإمام أمير المؤمنين أجاوب جواب جدا لطيف ومقنع قال الإشكال في قريته قال أمير المؤمنين فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه الآن نحن في هذا الكون نشرب الماء نأكل من النعم الهداية إن شاء الله متوفرة لنا بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت طيب من أرشدنا لهذا الشيء كل شيء بيد الله ولكن لولا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المبعوث من قبل الله لكنا ضائعين ولولا الأئمة المعصومين كنا ضائعين بعثة الأنبياء إرسال الكتب مثل هذا الشيء أيضا الله أخو من يجي هو يتكلم مع الناس يبعث رسلا الإمام يقول فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه وفعل رسوله وملائكته فعله المثال الذي كانوا يمثلون لنا عندما كنا نقرأ في كتب العقائد يقول أنت تكتب واليد تكتب والقلم يكتب بالشكل كانوا يعلمون أيام الشباب والصحيح أنت تقول هذا الآن إذا أنا أخذ القلم وأكتب منه يكتب القلم يكتب صحيح يكتب ويد تكتب أيضا صحيح وأنا أكتب ثلاثتهم صحيح الذي يتوف الأنفس هو الله لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ولكن يأمر لعزرائيل عزرائيل يأمر إلى أعوان مثل هذا القلم واليد ومحسن أمير المؤمنين يقول وفعل رسله يعني الأنبياء يعني النبي يجي يبلغ عن من يبلغ عن الله وفعل رسله وملائكته فعله لأنهم بأمره يعملون الملك لا يعمل من عند نفسه فاصطفى جل ذكره يعني الله اختار من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه وهم وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسله ومن النفس طيب إلى الآن صار واضح أنه صحيح أن نقول الله يتوفى الأنفس لأن كل شيء بيده وصحيح أن نقول عزرائيل يتوفى الأنفس وصحيح أن نقول الملائكة تتوفى الأنفس ثلاثة صحيحة يعني ماكن تناقض بين هذه الآيات الثلاث هنا نشوية تفصيل فمن كان من أهل الطاعة إن شاء الله نكون منهم فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة أفرض إزرائيل عنده مليون من الملائكة تحت أمره أفرض أنا ما أعرف ما أعرف استبعد نسأله عنده مليون من الملائكة قسم من هؤلاء يسمون ملائكة الرحمة نصف مليون مثلا نصف مليون ملائكة العذاب أو النقمة أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا في الحديث يقول فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ولذلك تشوف في بعض الروايات أن المؤمن عند الموت مرتاح يتبسم يعرق جبينه كما في الحديث وفي بعض الروايات يرى رسول الله ويرى أمير المؤمنين ويرى أهل البيت يبشرونه بالجنة سلام عليك هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين هؤلاء من المتقون في حالة طيب وسلام واستقرار وأمان حالتهم في أحسن الحالات شنو يقولون هم الملائكة يقولون سلام عليكم يعني الآن ما عندك أي مشكلة في الدنيا عذبوك آذوك تأذيت من كلام الناس ولكن صبرت على الطاعة وصبرت على ترك المعصية الآن سلام عليكم طيب ادخلوا الجنة شلون يصر ادخلوا الجنة الجنة وين وإحنا قرأنا أن الجنة في الآخرة يعني بعد قيام القيامة والحساب والكتاب والميزان والصراط خمسين ألف عاما لبعض الناس وبعض الناس رأسا يرحون هاي وشلون هنا نرجع الآن أقول لكم نرجع إلى الرواية فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ومن كان من أهل المعصية هذا اللي يقولون المشايخ فوق المنبر سلمهم الله أنه سكرات الموت سكرات الموت شديدة شديدة هذا صحيح بس لمن حسب هذه الرواية إذا كان من أهل الطاعة وحسب هذه الآية يقال لهم سلام عليكم ما عندك أي مشكلة أما إن كان من أهل المعصية نستجرب الله تولت قبض تولت قبض روحه ملائكة النقمة ملائكة غلاض وشداد عند قبض الروح ولملك الموت هذا جواب للزنديق الذي سأل أمير المؤمنين ولملك الموت مملك ملك يعني سلطان ملك يعني ملائك واحد الملائكة ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة النقمة عند مليون من هذولة مليون من هذولة يقول روح فلان مكان يأمر عزرائيل لأعواني هذا من أهل المعصية يدز الملائكة الغلاض الشداد ولأهل الطاعة يدز ملائكة الرحمة يصدرون عن أمره يعني هذول الملائكة الرحمة ونقمة ما يسون شي من كيفهم بأمر عزرائيل وفعلهم وفعله وكل ما يأتونه منسوب إلى الله تعالى صار واضح هذول الملائكة مأمورين لعزرائيل عزرائيل مأمور من الله سبحانه وتعالى فالكل يرجع إلى الله لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء الله يتوفى على يد من يشاء على يد هؤلاء الرحمة ملائكة الرحمة أو ملائكة النقمة ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على من يشاء إلى آخره وما يشاءون إلا أن يشاء الله فهذا الزنديق ألجم قال عجيب كان يمتفكر جايب في المعضلة في تناقضات القرآن والعياذ بالله ما كون تناقض بالقرآن بس يحتاج إلى فهم وإلى درك وإلى تحقيق طيب نرجع إلى الآية فشنو صار حسب رواية أمير المؤمنين وروايات أخرى هناك ملائكة من أعوان عزرائيل يسمون ملائكة الرحمة وهناك ثل من الملائكة ملائكة النقمة اليوم وصلنا إلى الناس الذين اتقوا نقرأ من الأول وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يوم القيامة عند القابر عند الموت ما أدري يقال لهم من يقول لهم الملائكة يقولون شنو حصلت بالدنيا شنو صار ماذا أنزل ربكم يعني راضين عن القرآن راضين عن كلمات الرسول راضين عن كلمات الأئمة عن وصايا الأنبياء عن وصايا الأئمة هاي هاي امتحان مثلا يسأل في القب من نقرأ التلقين من ربك من نبيك ما كتابك من إمامك هذا التلقين اللي نقرأ للميت هذا حقيقة يفهم وحقيقة يجيب على الملائكة ماذا أنزل ربكم هذا إشارة يمكن للتلقين اللي احنا نقرأ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا راضين احنا كل شيء الذي أنزل علينا من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله 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 من التورا Imm Immune المتقين بعض ه relat干ت بعض يقول هكذا بعض يقول هكذا لأنهم نفس الشيء حسنا نعتبر أن هذا كلام منه كلام المتقين نفسهم عندما يجيبون على سؤال إزرائيل أو أعوانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة نحن ما حصلنا شيء غير حسنة طيب هذا الفقير المظلوم الذي كان في السجن كان في التعذيب ظلموه كله حسنة كانت بالنتيجة وقت الموت يشوف كل ثواب وأجر ليش؟ لأنه أبقى على دينه ما ترك دينه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ينكرم يكون كلام الله الله يقول صبرتوا والآن تقولون أنه خير في الدنيا كانت لكم حسنة والآن الآخرة خير يعني شنو يعني أخير كلمة أخير متجب العربي خير يعني أفضل من الذي سبق ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين خوش دار كان عندنا صديق هذا كان لما يعجب في شيء يقول شنو تعبير عراقي كان عنده المال يسوى يعني حقيقة يسوى واحد يصرف عمره في سبيل أن يحصل على نعمة دار المتقين خوش دار دار الآخرة للمتقين ليش هذا شرحه جنات عدن عدن من عدنة يعني كان مخفي جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار من بين بيوتها وأزقتها أنهار تجري شنو بيها هذه الجنات يقولون هذه الآية أعم من كل آيات القرآن حول الجنة ومرة يشرح أنه الحور العين ما أدري أكو نعم أكو أنهار أكو عسل أكو إلى آخره هذه الآية تعم جميع هذه الأمور لهم فيها ما يشاءون شنو يريد أهل الجنة من الرجال والنساء اللي يدخلون إلى الجنة كل شيء اللي يشاء طبعا غير المحالات العقلية خصوص هذا واضح كل شيء يبتغيه ويريده يحصل عليه كذلك يجزي الله المتقين هنا أنا أي شيء نحصل إخواني أولا من أصل إلى الذي نريد هواي أمنيات عندنا لا نحصل عليها أولا وإذا حصلنا عليها منغصة منغصة يعني شنو عندي فلوس بس أخاف يضيع أخاف يأكلون مني أخاف الحكومة صادرة أخاف أنه بالتجارة أغلب أخسر أخاف أروح للسفر للنزهة أخاف تصير مشكلة صير لأولاد أخاف ذول يطلعون مزينين أي شيء اللي تقول أفضل اللذات منغصة منغصة يعني شنو يعني فيها شوب من خوف ومن هلع وواء الآخرين أما في الآخرة لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين هذا مقدمة للجوق الثانية المجموعة الأولى شنو كانوا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ملائكة النقم يجون هنا أنا ملائكة الرحمة يجون شي سوون أهلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين مو صفة للملائكة صفة لهم تتوفاهم هذه ضميرهم يعني المتقون هذول في حالة الطيب يتركون هذه الدنيا طيبين يعني شنو يعني سالمين ما عندهم أي مشكلة سكرات الموت اللي ينذرونها صحيحة بالنتيجة هولو المطلع أنه واحد من عالم يريد ينتقل إلى عالم آخر جديد كل معادلات ذلك العالم تختلف عن هذه المعادلات كلها في معادلة ثانية صحيح صعبة هي صعبة انتقاله الإنسان من الدنيا إلى الآخرة إلى عالم لا نعلمه شو ما نعرفه شلون أصلا ولكن القرآن يقول هذول طيبين ما عندهم مشكلة ليش يقولون هنا يقولون يرجع إلى الملائكة الملائكة اللي يريدون ينزعون روحه يقولون لهم سلام عليكم قرأت لكم أتصور حديث في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه هذا ما يرتبط بنزع الروح ولكن يرتبط بالآخرة بالبعث النشور أنه مليارات المليارات من البشر يبعثون من قبورهم مرة واحدة بعد النفخة الثانية صوره إسرافيل جدا مهول يعني الآن انت إذا تجيب مليون واحد يردون يرحون في شارع واحد يفزع أصلا فكيف أن المشر كلهم من آدم إلى آخر الدنيا هؤلاء يقومون من القبور كالفراش المبثوث أحسن تعبير وأروع تعبير كالفراش المبثوث الفراشة شايفها شايفيها متصير في جهة واحدة شكل الدور الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث يدورون ما يدري وين يروح يحسن دائخ أما هذه الأما مهمة أما بعضهم عندما ينشر من قبل هذا في نهج البلاغ موجود بس ما حافظ النص حتى أقرب النص المضمون بعضهم يقوم من قبله يرى أحدا واقف عند القبر يقول له لا عليك لا عليك مو إلك ذني هذا الفزع ليس لك هذا يرتاح يشوف فيد واحد نوراني بشكل بشر واقف هناك يهدئ عصابه يقول ما عليك أو لا عليك هذا يكون وياه إلى الكتاب إلى الميزان إلى ما ذلك الحساب آخر شيء يقول له أنت منه يقول أنا ذلك السرور ألا ذلك السرور الذي أدخلته في قلب مؤمن أو مؤمن منه شكل تعبيري أنت كفلت يتيم رعيت فقير الآن شوف فقط هذا يسوى يسوى بعدين جنة يعطوه ما عليك شون يعطوه ذاك غير شيء أن يهدئ هذا يهدئ هذا الروع الكبير الموجود في يوم القيامة هنا أنا شو يقول يقول طيبين هؤلاء المتقون عند النزع الروح في حالة طيب سلام مع ذلك الملائكة تسلم عليهم يقولون سلام عليكم لا تخاف هذه كلمة سلام عليكم التي نسلم على بعض أفضل تحية هذه لا تتركوا يقول مرحبا شنو مرحبا هلو هلو شنو ميرسي هناك في إيران صار موضع يقول ميرسي ميرسي كلمة فرنسية ما يخالف ولكن نقول شكرا مثلا دستا شما دار نكون بل هاي الكلمات هي معبرة يعني شعاراتنا لا ننساها صباح الخير إذا يزولي واتساب صباح الخير جمعة مباركة شنو هذي في الدعاء اكتب جعل الله جمعتكم مباركة مثلا أو صلوا في يوم الجمعة صلوا على النبي وآله صلوا على النبي وآله وآله عند نزع الروح للمتقين الملائكة ملائكة الرحمة الذين بعثوا من قبل عزرائيل ينوادونهم سلام عليكم هاي بكلمة السلام عليكم هذا يرتاح طيب وين أروح أدخل الجنة ها الجنة وين الجنة مو بالقيامة بعد الخمسين ألف عام وما يدري حساب وكتاب أدخل الجنة بما كنتم تعملون أنا تعجبت من هذه الآية فذهبت إلى كتب الحديث ورأيت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنه ليس من أحد من الناس تفارقه روحه جسده حتى يعلم يدخلون والآن روح للجنة شوف التعبير من أمير المؤمنين حتى يعلم إلى أي منزلين يصير يعني لمن يموت رأسا يشوف الجنة أو يرى النار هكذا أسأل أقرأ الحديث كله حتى يعلم إلى أي منزلين يصير يصير يعني يروح إلى الجنة أم إلى النار هذا معنى شنو شنو قرنا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا بس مهس الآن عالم البرزخ فإن كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة مو نفس الجنة حتى الرؤى اللي يشوفوها عن الصالحين هكذا يقول شفت أن مكان هناك في الجنة في القبر يرتاح بعد فتحت له أبواب الجنة وشرع طروقها ونظر إلى ما أعد الله له فيها يشوف الله شنو هاي بس ليشوف من بعيد ففرغ من شغل يعني بعد باله مرتاح ونظر ووضع عنه كل ثقل ونقول أنه قبر عذاب القبر مشاكل وحدة وحشة كل هذا يروح ووضع عنه كل ثقل هذا علم إن كان وليا لله وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب النار عند الموت استجيره بالله وشرع له طروقها طروق الذهاب إلى النار ونظر إلى ما أعد الله له فيها نستجير بالله فاستقبل كل مكروه تصير حالة عنده في القبر روحه تتأذى كأنه كل مكروهات الدنيا على قلبه فاستقبل كل مكروه كل هذا التفتوا كل هذا يكون عند الموت فهذا يبين هذه الآية وعنده يكون بيقين قال الله تعالى بعدين الإمام أمير المؤمن يستدل بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون والآية السابقة أيضا يقراها الإمام اللي قرأناها الليلة الماضية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذه ملائكة النقمة فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون شنو قرأناه فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثول متكبرين إذا يحتاج إلى الدعاء لمن يحتاج اللهم بحق محمد وآل محمد عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام بحق من تحبه يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا استر عيوبنا شفع في ذنوبنا نبيك يا رب العالمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عاقبة أمرنا عاقبة هؤلاء الذين يقال لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة يا الله لمحمد وآل محمد أما الموعظة الأخيرة ككل ليلة عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات الإنسان يقسم زمان في اليوم أربع ساعات أربع فترات ساعة لمناجاة الله عبادة واجب مستحاب كل شيء وساعة لأمر المعاش وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات يقعد بالديوانيات بس مو للغيبة والاستهزار وحدشينا مربوط وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم إذا شفت فد واحد يقول لك ترى أمر بالمعروف نهي عن المنكن لا تزعل ما في هذا الشيء يعرفني عيبي ويخلصون لكم في الباطن الأصدقاء الذين يخلصون لنا في باطنهم مو في الظاهر فقط هذه ثلاث ساعات وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم النوم إلى آخره بقية اللذات غير محرمة وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات يعني يحتاج المسأل إلى الاستراحة إلى النزأ إلى بقية اللذات حتى يتمكن أن يؤدي وظائفه في الساعات الثلاث الأولى اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله على قناة 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 الله على قناة